لغاية شهر رمضان إن شاء الله كل سنة وانتو طيبين هنتابع معاكم في برنامجنا السفيرة عزيزة لحظة بلحظة تفاصيل دراما رمضان اللي بتقدمها لنا الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية إن شاء الله هي وعدانة بموسم درامي قوي جدا ومختلف من المسلسلات دي مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال ونور وعمر عبد الجليل وأنا المفاجأة بتاعتي لسه مستنيه أنا ما قلتش اسم أنا أصدا أنا ما قلش الاسم ده المسلسل تأليف أنور عبد المويس وإخراج إسلام خيري وأيضا فيه مسلسل حق عرب للفنان أحمد العواجي ورياض الخولي وتأليف محمود حمدان برضو شايلة الاسم على جنب والمسلسل ده من إخراج إسماعيل فاروق النهار ده معنا على التليفون النجمة المتقلقة دائما المتميزة المختلفة الجميلة وفا أعمر وفا أعمر هنشوفها في رمضان بشخصيات جديدة ومختلفة في مسلسلين اللي قلت عليه جودر وحق أعرف آلو 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 الحمد لله الحمد لله بنبقى سعادة جدا جدا بيك يا وفا الحقيقة يعني ربنا خليك أنا اللي ببقى سعيدة جدا 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 لما ببتجي كده رمضان مع حضرتك كده بالسؤال بنخليك كل سنة وانت طيبة وفا وحضرتك والسادة المشاهدين بخير وسحر سعادة جدا أنك معنا على التليفون ويريد تكلمينا عن العملين الحقيقة واضح أنهم عملين صعبين محتاجين شغل كتير قوي إزاي بقى حكينا كده وإحكي لأستاذ المشاهدين إزاي استعدتي الجودر وإزاي استعدتي الحق أعرف آآ أنا الحقيقة بس إيه بتدت جودر متأخر حتى كده ما ليس كير صصات في الإعلام بتاع التليفزيون التشويقي لكن أنا بتدت بدري في حق أعرف آآ الثمين بالنسبة لي بصراحة يعني طبطبة يعني بجدا وفتت جدا جدا أنا اشتغلت في العملين بجدا جودر حيرجع لنا حاجات كتير قوي كنا مفتقدانها هيخلينا نمشي على نهج عالمي آآ بشكل محترم جدا آآ اللي أنا شفته بيقول كده فأنا معولة عليه كتير قوي في الصورة وفي التكوينات وفي العلاقات ما بين الأشخاص وفي القيم اللي بيحمله هذا الوزن الحلوة آآ شايفة الشاكل اللي معروض طحفة فعلا عارفة يعني ما شفناهوش كتير شايفة المنظر شايفة مين الراجل اللي واقف مجينا دهر ده ياسر جلال مجينا دهره وقدامه 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 مية وقدامه جبل حاجة الله ده كان ايه ده متصور في مصر ده ولا ايه متصور في مصر ده يا وفاة أقول لنا بس متصور في مصر في حاجات كتير منها تصورت في بلدنا الحلوة آآ حلوة يعني 75% تقريبا متصور في بلدنا الحلوة كل ما هو احتاج لحاجة تانية مختلفة لأسكالة البنايات مختلفة اعتقد راح في الصورو برهل ان انا مكنت موجودة في الجزء ده آآ لكن انا طبعا فخورة ان احنا دنام العمل عظيم زي 1000 ميلا ولينا اكيد اكيد بتلعبك بالنسبة بقى عرب انت راحة متأخرة لأ وفاة قبل ما نروح في جودر انت راحة متأخرة لكن لكن يعني دورك مهم في المسلسل ده حتى لو رحت محققت ايوة اه انا ام جودر ام جودر ايه؟ ام جودر اسمه جودر 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 بالجيم اه اوكي انت امه ام ياسر جلال اه ابن عمر المسل اه انت ام ياسر جلال انا ام ياسر جلال مش كتير شوية علينا ده ده انا اللي حتى لي سعيدة سعيدة اللي انا بعمل الادوار دي عايزة اقولك ببقى عايشها ازاي بدرجة حتى ياسر واسلام خيري بيعود يقولولي يعني احنا متضايقين ان انت تعملي اصلي مش لاقي عليك يعني انت تباني بنته بنته لا لا قال لا ياسر صغير طبعا ياسر صغير اعمل الادوار دي يعني انا انا بقى مضطوطة جدا احنا كنا زملاء في المعهد بس ادي ايه هو بيحستني انه ابني بجد هو انسان جميل اه هو جميل اه هو جميل فعلا اه هو انت خاضرة ان انا احسسته ان انا ام بجد اه ها الله حلو اوي حلو اوي طب مين يبقى مين مين مصر اه طب اتفدال يحكي لنا بقى احقق عنه اه ازود ازود جملة بس انا تعلمتها في حياتي من يوم ما دخلت الفن ان الجمال زائل لكن الفن هو اللي باقي يعني لما انا بيه دور عزيز عملية ممثلة بحرفانة مشترت في النقل بايه هو ده اللي بيبقى معاك حق معاك حق تماما واحنا ما بيفضلش معانا احنا يعني بنتفرج على الجمال فترة وخلاص وعدين بنزح بزر وللي بيهتم بالجمال ما بيهتمش بانه يطور من موهبه انا احب اكتر اني ابقى مطورة للموهبتي وبقى عنوان لفن بلدي بس انت على فكرة بتجمعي بين الحاكتين لو سمحت يعني فضل يا دور اسألي طيب مين هيبقى مسرور في في الف ليلة وليلة السياف انا دخلت متأخرة انا دخلت متأخرة جدا لسا متورة ومثلا من اسبوع يا خبر لأ انتها هتقول لنا طبعا انا متفجأة بالعمالقة اللي انا سيفاهم في الاعلام بتاع التليفزيون ايو يعني انا بقول التجميعة دي قدر المخرج والمنتج يجمعوها ازاي يعني ناس سؤال سؤال يعني في جودر في جودر بتتكلمي في جودر عشان اللي بتعرض دلوقتي حق اعرب حق اعرب حق اعرب بقى ده العفق تلعب حق اعرب يعني طبعا احمد العوضي اثبت نجوميته وعظيم جدا في مجموعة من البنات والولاد طبعا على رأسهم بستدرياد الخولي عمين حاجات عميلة تحت قيادة مخرج عظيم اسمه اسماعيل فاروق اسمه اسماعيل فاروق اه اسماعيل فاروق سلميلي بس سلميلي علي اه سلمي علي اه ده تلميزك ده تلميزك اه قال لي اه قال لي انا تلميز من تلمزة الاستازة واحنا تعلمنا فن هناك وتعلمنا شغل السينما هناك ولد متميز واخلاق عالية الحقيقة يعني اسماعيل فاروق بجد ابن ناس وحقولك على حاجة غريبة جدا مرأي بتصرفاتي جدا وبيعط يوجيني توجيهات يتعلن وانا بذاكر ما سبقاش جات على بي ما شاء الله ما شاء الله ده انا مبسوطة قوي بيه كده اه اكيد اكيد لما يبقى واخد شهادة زي يجي منك لا حيبقى من الاعمال يعني انا بقول بقول حسن ده حيبقى من من اوائل الاعمال اللي حتتابع ان شاء الله باذن الله تعالى في الوطن العرب ان شاء الله باذن الله وعد وعد واحنا بنتمنعلك كل التوفيق في كل اعمالك ودايما متميزة مهما كان حجم دورك في اي مسلسل بنشوفه يا فاق ودا مش يعني مش بنجملك صحيح دورك حجمه قد اي مش مهمة عندنا لانك انت على الشاشة بتبقي وحش خلاص ما فيش حالة انا ابقى وحش لما قيمة كبيرة زي حضرتك ما تستبلينا بجد ان احنا نتعلم منك وتبقي موجودة معنا دايما قول عني كده مرسي وانا اتمنى ان حريك تكمللنا بقى برنامج تقيملنا الاعمال كلها بجد هنبقى سعداء اجي اجي رئيسة التحرير والمديرين التحرير سمعينك اياك يا رب بس يا وفاق وتكوني انت ضيفة عندنا كمان براه انا اتشرف ده انا اقوى تناورينا ان شاء الله ان شاء الله بمشكوري جدا مرسي جدا مرسي جدا يالا كل سنة وانتو طيبة وفاق وانتو طيبين والسادتو طيبين بخير ومبروك على مصر كل الحاجات السلوة الحمد لله الحمد لله